منذ اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت العام في محافظة ديالة شهدت المراكز الانتخابية إقبالا كبيرا للناخبين مسنون توجهوا إلى صناديق الاقتراع مبكرا وأصروا على المشاركة رغم المشاكل الصحية لهم العراق ما نريد حر أبي ما نريد للتالي والتحت وطأة شخص لا له منفع بالعراق انتخابنا من خير والعافية طبعنا بعقوب وإن شاء الله آمن وآمان القيادات الأمنية أعلنت تكثيف جوذها الأمني في جميع المناطق بمشاركة قوات الشرطة والفرقة الخامسة للجيش العراقي والاستخبارات فضلا عن طيران الجيش أمنت هذه المراكز والتي عددها 455 مركز وواحد في خانقين للمهجرين لا توجد لدينا معوقات خلال هذه المرحلة بل باشرت القطعات بتنفيذ الخطة الأمنية بالكامل من خلال الطرق ومن خلال المراكز الأمنية شاركت في هذه العملية 22 ألف منتسب من قيادة الشرطة كانت واجبهم هي في المراكز الانتخابية الطوق الأول وكذلك تيمين الطرق وكذلك مسحة مراقبون للمشهد الانتخابي ذكروا للحران عملية التصويت في محافظة ديالة شهدت إقبالا كبيرا للناخبين وشملت المناطق الساخنة والأمنة على حد سواء شهدت محافظة ديالة فتح صناديق الاقتراع والمحطات والمراكز الانتخابية وهناك إقبال كبير وواسع نعم هناك تشدد أمني من قبل أخواننا من أجزاء الأمنية الجيش والشرطة وبمشاركة الطيران إلا أن بالرغم من التشدد الأمني وفرض التجوال هناك تسهيلات من قبل القوات الأمنية قيامهم بنقل الناخبين من وإلى المراكز مسؤولون في مفوضية الانتخابات ذكروا للحرة أن بعض المراكز الانتخابية في ناحية أبي صيداء التابعة لقضاء المقدادية أغلقت بسبب ما وصفته ببعض الإشكالات الإشكال الصار بالمحطة مالتنا تصويت مساعد رادوا يطبونه ياهم جايب أمه جايب شايب جايب عجوز ما خلينا طوفة صارت مثل تغبر علينا يعني يردون يطبونه يا الأشخاص توقفت توقفت لمدة الساعة بغض النظر عن نتائج التصويت وتوجهات الناخبين هنا في محافظة ديالة فأن الأهم أن القوات العراقية لم تسجل أي تخروقات أمنية وأن المحافظة لم تشهد الفواجع والمئسات رغم مخططات جماعات العنف من ناحية أبي صيداء بمحافظة ديالة هذه العنبقي الحراء